خطوة هي الأولى من نوعها تعمل مجموعة نسوية مكونة من ثلاث وثلاثين امرأة في مجال تصليح المحاولات الكهربائية في مدينة السليمانية لتعزيز ذاتهن في المجتمع وتعلم إدارة العمل مهما كان صعباً عليهم عملات من خرج المعاهد الكهربائية وممن يمتلكنا خبرة في تصليح المحاولات الكهربائية سممنا أن يثبتن أنفسهن أمام ظروف الحياة والمجتمع التي تناقض حرياتهن ومبادئهن وذلك بهدف تعزيز فكرة المساوى التي أصبحت تلوح في الآوينة الآخيرة برأيات الاستسلام أعمل منذ عشرين عاماً في ورشة تصليح المحاولات الكهربائية في مدينة السليمانية وتضم الورشة ثلاثاً وثلاثين عاملة تعمل في مجال التصليح ومع أن العمل يحتوي على مخاطر كثيرة لكن نحن سعداء بعملنا هذا أوصلوا رسالة للنساء أنتن لستن أقل من الآخرين أي الرجال نحن هنا نعمل كنساء نرى أنفسنا في القمة ولسنا أقل من الآخرين في إنجاز العمل أطلبوا من النساء النهوض والبحث عن أهدافهن بكل طاقاتهن ليس هناك فرق بين الرجل والمرأة في العمل وعلى الرغم من الصعوبات والمخاطر التي واجهنها في مجالهن إلا أن العاملات يؤكدن حبهن لعملهن ومواصلتهن له مهما كلف الأمر وحب عملي هذا مهما كان صعباً على نساء عندما يشاهدون أن عمال يقولون أن هذا عمل للرجال وليس للنساء لكن نحن لا نرى الفرق نعم هناك صعوبات كبيرة وإجهاد كبيرة لكننا سنستمر ونواصل عملنا نيجار محمد إحدى العاملات في الدائرة أكدت بأن عملهن لا يخلو من المخاطر فلابد من وجود سلبيات في أي عمل كان ولكن هنا حملنا على عاتقهن فكرة مساعدة السكان عبر توريد الكهرباء لهم في هذه المحنة الصحية التي تمر فيها البلاد نعم هناك صعوبات وخطرها منها بها مواد كيميائية وكهرباء من نفحص تمر حتى تمر بها شرطات ومن نصلح المحاولات يوقع تاكوش يوقع على رجلنا السندات يوقع على إيدنا تمر حتى الأخوات تمر بها خياطر بالرأسهم يعني رجلهم صار بلا يعني أحداث تمر بالعمل لأن إحنا مو بس إننا نشتغل حتى نور البيوت يعني كهرباء إذا ما عدم شلون يعني بهاي الظروف وبهاي الظروف الصعبة الاقتصادية والكورونا كلهم قاعدين بالبيت حتى إذا كهرباء ما كو شلون يعني ما يتحملون فلازم إحنا نوفر لهم كهرباء العمل في هذا المجال ليس سهلا كما يسرحنا العاملة في المصنع فالصعوبات تكمن في القوة البدنية والتركيز في تشغيل المحاولات التي تحوي طاقة كهربائية عالية قد دؤدي إلى الموت أحال وقوع خطأ ويذكر أنه تم إصلاح أكثر من ستين محاولة كهربائية خلال العام الجاري وأصبحت جاهزة للعمل ترجمة نانسي قنقر